تفسير سورة التحريم وهي مدنية الصفحة 85 و 300 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفوره رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قونتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات فيبات وأبكار اختلف في سبب مزور صدر هذه السورة فقيل نزلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية قال أبو عبد الرحمان النسائي أخبرنا إبراهيم بن يوس بن محمد حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له آمة يطعها فلن تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسام حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت أي رسول الله في بيت وعلى فراشي فجعلها عليه حراما فقالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قال زيد بن أسلم فقوله أنت علي حرام لأون وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس وحدثنا ابنه عن مالك عن زيد بن أسلم قال قال لها أنت علي حرام والله لا أطأك وقال ستيان الخيري هو ابن علي عن داود بن أبيهند عن الشعبي عن مصر وقال آل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوه وثبا في التحرين وأمر بالكفارة في اليمين أرواه ابن جرير وكذا روي عن قتابة وغيره عن الشعبي نفسه وكذا قال غير واحد من السبث منه الضحاق والحسن وقتابة ومقاتل ابن حيال وأروا له فيه عن ابن عباس القصة مطولة وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن رحيا حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان قال عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله وقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وأعلى فراشي قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها قالت بلى فحرمها وقال لها لا تذكري ذلك لأحد فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وعصاب جاريته وقال الهيثم بن كليب في مسنده حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام فقالت أتحرم ما أحل الله لك قال فوالله لا أقربها قال فلن يقربها حتى أخبرت عائشة قال فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذا إسناد سحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ البياء المقدسي في كتابه المستخرج وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا هشام الدستوائي قال كتب إلي وحيا يحدث عن يعنى ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فقال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر ومينه فصير الحرام ومينه وعراه البخاري عن معاذ بن فضانة عن هشام هو الدستوائي عن يحيا هو ابن أبي كفير عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام يمين تكفر وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعراه مسلم من حديث هشام الدستوائي به وقال النسائي أنباءنا عبد الله بن عبد الصعب ابن علي حدثنا مخمد هو ابن يزيد حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه أبن فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك عليك أغلب الكفارات أعدق راقبا تفرد به النسائي من هذا الوجه بهار اللفظ وقال التضراني حدثنا محمد بن زكري حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته ومنها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوذوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة وذهب الشافياء إلى أنه لا تجب الكفارة فيما على الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قول فأما إنه بالتحريم لطلاق الزوجة أو إتقى الأمر نفت فيهما وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله البهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني أنبأنا الحكم بن أبان أنبأنا أكرمة عن ابن عباس قاعد نزلت هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جويج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش وينكث عندها فتواطعت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فالتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حرفت لا تخبري بذلك أحدا تغتغي مرضات أزواجك هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ وقال في كتاب الألمان والنذور حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جويج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له فقال لا بل شربت عسلا إن بزينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك إلى قوله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد وربه قريب منه ثم قال المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرنث فيه حلاوة أغفر الرنث إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافير وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمامي والسلمي والطلح قال والرنث بالكسر مرعا من مراعي إبل وهو من الحمض قال والعرفة شجر من العضاه ينبح المغفور وقد رأى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخضرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به ولبه كما أرده البخاري في الأيمان والنذور ثم قال البخاري في الكتاب الطلاق هدثنا فروة بن أبي المراء هدثنا علي بن مصهر عن هشام بن أروة عن أبيه عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى العسل وكان إذا ينصرف من العصر دخل على نسائه فيابن من إحدى هن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغيرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أنا والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيبن منك فإذا أدنى منك فقولي أكلت مرافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أدد فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل فقولي جرست نحلة العرفة وسأقول ذلك وقولي له أنت يا صفية ذلك قالت تقول سودة فلله ما هو إلا أن قام على الباب فأعطت أن أناديه بما أمرتني فأعقم منك فلما دنى منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مرافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقطني حفصة شربة عسل قالت جرست نحلة العرفة فلما دع إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت له سكوتي هذا ربض البخاري وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به وعن أبي كعيد وهارون ابن عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حمد ابن أسامة عنيشان بن عروة به وعنده قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يودب منه الريح يعني الريح الخبيثة ولهذا قلنا له أكلت مرافير لأن ريحها فيه شيء فلما قال بل شربت عسل قلنا جرست نحلة العرفة أي راعت نحلة شجر العرفة الذي يصمره المرافير فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته قال الجوهري جرست النحل العرفة تجرس إذا أكلته ومنه قيل النحل جوارس قال الشاعر تظل على الثمراء منها جوارس وقال الجرس والجرس الصوت الخفي ويقال سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله وفي الحديث فيسمعون جرس طير الجنة قال الأصمار كنت في مجلس شعبة قال فيسمعون جرش طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلي فقال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منه والغرض أن هذا السياق فيه أن خفصة هي الساقية للعسل وهو من طريق هشان بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بن تجحش هي التي سقته العسل وإن عائشة حفصة تعطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن كونهما سببا لنزوه هذه الآية فيه نظر والله أعلم ومما يدل على أن عائشة وحفصة ربي الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال خدثنا عبد الرزاق أن دعنا معمر عن الزهرية عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عبن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى إن تتوبى إلى الله فقرصت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بإذاوة فتبرزا ثم أتاني فسكبت على يديه فترضى فقلت أمير المؤمنين من المرأتين من أزواج المبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما فقال عمر وعجلا لك يا ابن عباس قال الزهري كره الله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي عائشة وحفصة قال ثم أخذ أسوق الحديث قال كنا نعشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المديمة وجدنا قوما تغلبه نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم قال وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي قال فوضبت يوما على امرأتي فإذا هي تغاجعني فأنكرت أن تغاجعني فقالت ما تنكر أن أغاجعك فوالله إن أزواج رسول إليه صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهدره إحداهن اليوم إلى الليل قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قلت وتهدره إحداكنا اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاض من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليه من نال ما ببع لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسمة أي أجمم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك نريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأأتيه بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسانا تنعيل الخير لتغزوهنا فنزل صاحبي يوما ثم أتى أي شاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حادث أمر عظيم فقلت وماذاك أجاء أدرسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فقلت فقلت قد خاضت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح وشددت علي ثيابي ثم أزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدن ها هو هذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لأمر فدخل الغلام ثم خرج ثم خرج إلي فقال ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهت جلوس يبكي بعضهم فجلست عنده قليلا ثم غلب مما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لأمر فدخل ثم خرج إلي فقال فقد ذكرتك له فصمت فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلب مما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لأمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبغ فإذا الغلام يضعوني فقال أدخل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمال حصير قال الإمام أحمد وحدث ما يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير وقد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجبنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلم من نسائهم فأضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت فقالت ما تنكر أن أراجعك فالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهدره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك من كن وخاسرت أفتأمن إحدا كن أن يغضب الله عليها لعبض رسوله فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحد إلى رسول لي صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهب مقامة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهم شهر من شدة موجدته عليهم حتى عاتبه الله عز وجل وقد رواه البخاري ومسلم والتلمذي والنسائي من طرق عن الزهري به وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاد فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة قال فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا رض البخاري ولمسلم من المرأتان اللتان قال الله تعالى وإن تظاهر عليه قال عائشة حفصة ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصر وقال مسلم أيضا حدثني زهير بن هرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا اكريمة بن عمار عن سماك بن الوليد أبي زميل حدثني عبدالله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء دخلت المسجد فإذا الناس يمكتون بالحصة ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لا أعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث في بخوله على عائشة وحفصة وعذه إياهما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح علام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة فناديت فقلت يا رباح استاذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر محو ما تقبم إلى أن قال فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فإن كنت طلقت هم فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبا بكر والمؤمنين معك وقل لما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا أرجوت أن يكون الله يصدق قولي فنزلت هذه الآية آية التخيير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ذهير فقلت أطلقت هن قال لا فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساء ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ربوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وكذا قال سعيد بن جغير معاكلمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر زاد الحسن البصري وعثمان وعثمان وقال ليس بن أبي سليم عن مجاهد وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب وقال ابن أبي خاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن حسين قال أخبرني ردل ثقة يرفعه إلى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وصالح المؤمنين قال هو علي بن أبي طالب سناده ضعيف وهو منكر جدا وقال البخاري حدثنا عمر بن عون حدثنا هشين عن حمر عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهم عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت هذه الآية وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول الحجاب ومنها في أساع عبدر ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر بن الخطاب بلعني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سارحات سيبات وأبكار وهذه المرأة التي ربت عما كان فيه من بعض النساء هي أم سلمة كما ثمت ذلك في صحيح البخاري وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن نائلة العصبهاني حدثنا إسماعيل البجلي حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبر عائشة حتى أبشرك بشارة إن أباك يالي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت فذارت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزر الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوربناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر وقوله تعالى سائحات عصائمات قاله أبي وعائشة وابن عباس وأكرمة ومجهل وسعيد بن الضغير وعطاء ومحمد بن كعب القرضي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتيدة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم وقد تقدم فيه حديث مرفوع عند قوله السائحون في سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة الصيام وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن سائحات أي مهاجرات وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون والقول الأول أولى والله أعلم وقوله تعالى سيبات وأبكار أي منهن سيبات ومنهن أبكار ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن التنوع يوري سطع النفس ولهذا قال سيبات وأبكار وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أبو بكر ابن صدق تحدثنا محمد ابن محمد ابن مرزوق حدثنا عبد الله ابن أبي أمية حدثنا عبد القدوس عن صالح ابن حيان عن ابن بريدة وأبكارا قال وعاد الله نبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أي زوجة فالثيب آسية امرأة فرعون وبالأبكار مريم بنت امران وذكر الحافظ ابن عساكل في ترجمة مريم عليه السلام من طريق سويد ابن سعيد حدثنا محمد ابن صالح ابن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت خديجة فقال إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب من لؤلؤة الجوفاء بين بيت مريم بنت امران وبيت آسية بنت مزاحم ومن حدث أبي بكر الوذني عن اكلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي في الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئهن مني السلام فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي قال لا ولكن الله زوجني مريم بنت امران وآسية امرأة فرعون وكلثم اخت موسى ضعيف أيضا وقال ابو يعلى حدثنا ابراهيم بن عراء حدثنا عبد النور بن عبد الله حدثنا يوسف بن شعيب عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت ان الله زوجني في الجنة مريم بنت امران وكلثم اخت موسى وآسية امرأة فرعون فقلت هني ان لك رسول الله وهذا ايضا ضعيف ورعي مرسلا عن ابن ابي داود يا انها الذين آمن يقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين آمنوا تيبوا الى الله توبة توبة صوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخز الله النبي يوم يوم تعالى قووو سوء اهليكم بتقوى الله وقال قتابه تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وان تقوم عليهم بامر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فاذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها وهكذا قال الضحاك ومقاتل حق على المسلم ان يعلم اهله من قرابته وامائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه احمد وابو داود والتلمذي من حديث عبد الملك ابن ربيع ابن سبعة عن ابيه عن تده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها هذا لفظ ابي داود وقال التلمذي هذا حديث حسن ورى ابو داود من حديث عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرين له على العبادة بكيام لغة وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة ومجانبة المعصية وترك المنكر الله المفق وقوله تعالى وقودها الناس والحجارة وقودها الحطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم والحجارة قيل المراد بها الأسنام التي تعبد لقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي هي حجارة من كبريت زاد مجاهد أنتن من الجيفة وروا ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله ثم قال حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن ابن سنان المنقري حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي الرواد قال نلعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها وقودها الناس والحجارة وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيبه لسخرة من سخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها قال فوقع الشيخ مرشيا عليه فوقع النبي صلى الله عليه وسلم يابه على فؤابه فإذا هو حي فناباه قال يا شيخ قل لا إله إلا الله فقالها فبشره بالجنة قال فقال أصحابه يا رسول الله أمن بيننا قال نعم يقول الله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف رعيد هذا حديث مرسل غريب وقوله تعالى عليها ملائكة غلاغين شداد أي قباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج كما قال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم ابن أبان حدثنا أبي عن إكرمة أنه قال إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400 ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهم وقد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر ثم يجدون على الباب التسعة عشر عرض صدر أحدهم سبعون خريفة ثم يهون من باب إلى باب خمسمائة سنة ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها وقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي مهما أمرهم به تعالى يبادل إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجزا عنه وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله منهم وقوله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي قالوا للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون اليوم بأعمالكم ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي توبة صادقة جازمة تنحو ما قبلها من السيئات وتلم شعف التائب وتجمعه وتكفره عما كان تعطاه من الدناءات قال ابن جرير حدثنا ابن مسمى حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سنعة النعمان بن بشير يخطب سنعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة قال يذنب الزنب ثم لا يرجع فيه وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال التوبة النصوح أن يتوب من الزنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوحة فقال أن يتوب رضيه من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله توبة نصوحة قال يتوب ثم لا يعود وقد رؤي هذا مرفوعا فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف وصح والله أعلم ولذلك قال هلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويمدم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مغفل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة ورواه ابن ماجة عن هشان بن أمار عن سفيان بن عوينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا الوليد بن بكير أبو جناب عن عبد الله بن محمد العبدي عن أبي سنان البصري عن أبي قلامة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها نكاح الرجل مرأته أو أمته في دلورها وذلك مما حرم الله ورسوله وينقط الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله وينقط الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله وينقط الله عليه ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوب إلى الله توبة مصوحة قال زر فقلت لأبي بن كعب فما التوبة المصوح فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو الندم على الذنب حين أفرط منك فتستغشر الله بندمتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن علي حدثنا عباد بن عمر حدثنا أبو عمر ابن العلاء سمعت الحسن أقول التوبة المصوح أن تبعد الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها وهل من شرط التوبة المصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي الأثر ثم لا يعود فيه أبدا أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم لعموم قوله عليه السلام التوبة تجب ما قبلها وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا من أحسن في الإسلام لن يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم وقوله تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله موجبة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة نورهم يصعى بين أيديهم وبألمانهم كما تقدم في سورة الحديد يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن المبارك عيحي بن حسان رجل من بني كنانة قال سليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة وقال محمد بن مصر المروزي حدثنا محمد بن المقاتل المروزي حدثنا ابن المبارك أنباءنا ابن الوهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال رجل يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بين الأمم قال غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بزيماهم في وجوههم من آثار السجود وأعرفهم بنورهم يصعى بين أيديهم يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل بخل النار مع الداخلين يقول تعالى آموا الرسول صلى الله عليه وسلم بدهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء بإقارمة الحجود عليهم واغلظ عليهم أي في الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة ثم قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا أي في مخارطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يدد عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلة ونهارة يآكلانهما ويضعجانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاق فخونتاهما أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا ولهذا قال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا أي لكفرهما وقيل أي للمرأتين يدخل النار مع الداخلين وليس المراد بقوله فخونتاهما في فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور قال سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قيم سمعت بن عباس يقول في هذه الآية فخونتاهما قال ما زنف أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وأما خيانة امرأة نوت فكانت تدل قومها على عضيافه وقال الآيفي عن ابن عباس قال كانت خيانتهما أنهما كانت على غير دينهما فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد خبرت الجبابرة من قوم نوح به وأما امرأة نوت فكانت إذا أضاف نوت أحد خبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء وقال الضحاك عن ابن عباس ما أبغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين وهكذا قال أكرمة وسعيد بن ربير والضحاك وغيرهم قد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي بأثره كثير من الناس من أكل مع مغفور له وغفر له وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروع هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أنت قلت من أكل مع مغفور له وغفر له قال لا ولكني الآن أقوله فدرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون آمنه ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة أمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقار قال قتابة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يأخذ أحدا إلا بذنبه وقال ابن جبير حدثنا إسماعيل بن حفص الإيلي حدثنا محمد بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي أثمان النهدي عن سلمان قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أذلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة ثم راه عن أبيد بن محمد المخاربي عن أصباط بن محمد عن سليمان التيمي به ثم قال ابن جرير حدثني عقوب بن إبراهيم حدثنا بن علي عن هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب فيقال أغلب موسى وهارون فتقول آمنت برب موسى وهارون فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم سخرة تجدونها فإن مضت على قولها فألقوها عليها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأرسلت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت السخرة على جسد ليس فيه روح فقولها رب بن لي عندك بيتا في الجنة قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار وقد ورد شيء من ذلك في حديث المرفوع ونجني من فرعون وعمله أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله ونجني من القوم الظالمين وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحة رضي الله عنها وقال أبو جعفر الرازي عن ربي بن أنس عن أبي العالية قال كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خارز فرعون وذلك أنها جالست تنشط ابنة فرعون فوقع المشتم يدها فقالت تعسى من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون ولك رب غير أبي قالت ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله فلطنتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها فأرسل إليها فرعون فقال تعبدين ربا غيري قالت نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد فعذبنا فرعون وأوتد لها أوتاد فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات فكانت كذلك فأتى عليها يوما فقال لها ما أنت منتهية فقالت له ربي وربك ورب كل شيء الله فقالها إني ذابح لابنك في فيك إن لم تفعلي فقالت له اقضي ما أنت قاض فذبح ابنها في فيها إن روح ابنها بشرها فقال لها أبشري يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا فصلعت ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل ذلك فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضا وقال لها اصبري يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا قال وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعون وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزبتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملأ ما تعلمون من آسية بنت مزاحم فأثنوا عليها فقال لهم إنها تعبد غيري فقالوا له اقتلها فأوتد لها أو تاذا فشد يديها ورجليها فدعت آسية ربها فقالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة فعافق ذلك أن حضر فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال فرعون ألا تعجبون من جنونها إن نعذبها وهي تضحك فقض الله روحها في الجنة رضي الله عنها وقوله تعالى ومريم ابنة امران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته والإحصان هو العثاف والحرية فنفقنا فيه مروحنا أي بواسطة الملك وهو جبريل فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعيها فنزلت النفخة فعلجت في فرجها فكان منه الحمل بإيسى عليه السلام ولهذا قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بقدره وشرعه وكانت من القانتين قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا داود بن أبي الفرات عن أكلمة عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط وقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله وعي وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاح امرأة فرعون وآسية بنت مزاح امرأة فرعون وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية مرأة فرعون ومريم ابنة امران وخديدة بنت خويلد وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وعلفاظها والكلام عليها في قصة ييسى ابن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية ولله الحمد والمن وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاح من أزواجه عليه السلام في الجنة عند قوله شيبات وأبكار آخر تفسير سورة التحريم ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر